انتلاق موسم جني الزيتون نخذ أكثر التفاصيل مع نادي أصبح النور أهلا وسهلا ناديا تحية طيبة لك فاطمة ولكم مشاهدين اسمت الصباح طبعا نحن على مشارف انتلاق موسم جني الزيتون للأسف الشديد حبينا أن نحكو على موسم واحد ولكن مقارنة بالموسم الناضي لانتاج الزيتون بولاية القسرين نشوف أنه فما تراجع نسبي من 30 ألف طن خلال الموسم الماضي اليوم ولينا أولى عنها 28 ألف طن من انتاج الزيتون على مساحات بشي حدثنا لها سيد عمر السعدوي رئيس زائلة الانتاج النباتي بجهة القسرين التراجع هذا طبعا ناجم عن التغيرات المناخية الخيبة برشة التي تأثرت بها القطاع الفلاحي كله بولاية القسرين من ارتفاع درجة الحرارة من الجفاف وبعض العوامل الأخرى طبعا كما قلنا أنه بشي حدثنا على سيد عمر السعدوي رئيس دائرة الانتاج النباتي بجهة القسرين وعنها 6.9 مليون أصل زيتون بكامل ولاية القسرين على مساحات شاسعة منتشرة بكل معتمديات الجهة سي عمر مرحبا بك كنا حابين نحكو على انتاج متميز نوعا ما خلال هذا الموسم لانتاج الزيتون لكن فما تراجع تقريبا من 30 ألف طن ل28 ألف طن تعتبر حاجة مش في المستوى المرجو من قبل كل فلاحي جهة القسرين صباح خير وصحيح بالنسبة لولاية القسرين عن 92 ألف هكتار وهو منتشر تقريبا زيتون في كامل أنحاء الولاية عدد لأصوله في حدود 6.9 مليون أصل النظام المطاري يغلب على الغراسات عندنا 75% من الغراسات هي مطارية و25% هي مروية بالنسبة للتقديرات الانتاج في الحقيقة أثناء عنا 28 ألف طن إذن قارنوها بالموسم الفارط عندنا 30 ألف طن وهذا ينظر للظروف المناخية لعرفتها جهة خاصة تواصل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة أثر التأثير سلبي على كل المواسم الفلاحية وخصوصا قطاع الزيتون بمقرأ نحن كيف نشوف الموسم الفلاحي للجفاف في العوامل الطبيعية ما فماش احتياتات معناها مسبقة إجراءات مسبقة اليوم بشتعاون خاصة 75% بالمياه من اللي تعتمد على الأمطار مع الجفاف ما كانتش فمها دراسة لحلول بديلة ممكن أنها توفر المياه للمناطق اللي تعتمد برش على أنتج الزيتون صحيح هو بالنسبة للنظام المطاري في الحقيقة نهاية شهر في فري الحاء يعني 2022 تم الاتفاق باش نعمل برنامج لريز الغيراسية سواء بالنسبة للزيتون أو اللوز أو الفزق ومن حسن الحظ وقته في شهر مارس 2022 نزلت كميتها ممالأمطار هذك علاش معناها ما توصلش البرنامج وفي الحقيقة كانت مرصودة فيها اعتمادات الحظ معناها ما تمش البرنامج هذك الغيراسية اليوم مساعدين المعاصر في جهة القسرين معناها للحصول على زيت الزيتون ونحكو على جودة الزيت هل يعاننا مميزات شوية في زيت زيتون عن جهة القسرين صحيح هو بالنسبة لعدد المعاصر الموجودة في الولايات عدنا 33 معاصر أساسا بالنسبة للمعتمديات السبيط العدنا فيها 13 معتمديات القسرين الكبرى الشمالية والجنوبية فيهم 8 وجنوب الولاية فريانة ومجبع عباس فيهم 9 بطبيعة الحال هذه المعاصر انطلقت في دي جاء معناها في الأعداد للموسم إن شاء الله بطبيعة الحال بشي يكون معناها طرق الخزن وطرق الرحي معناها تحويل الزيتون إن شاء الله تتم في أحسن الظروف الجودة؟ بالنسبة للجودة هي في الحقيقة مربوطة ببرشة عوامل والهنال فلاح عنده دخل أولا في طرق الجاني لابد منها استعمال الطرق السليمة للمحافظة على الحبات الزيتون ثم طرق النقل تفادي النقل معناها الأكياس البلاستيكية واستعمال للصناديق البلاستيكية معناها لكي توصل لحبات الزيتون في أحسن الظروف وماذا بينا زاد التبدير بالجاني وكذلك معناها الكمية اللي يتم جانيها يجب أن تتحاول التحويل في أفضل الظروف وطياد وكل هذه التدخلات طبعا ننقل نداء المواتن لتدعيمهم بالأجد الفلاحي لخليهم طبعا يتلحصوا عن نصائح الكيفية بيش ينهضوا بقطاعهم الفلاحي وذي يعتمد عليكم إن شاء الله نرجو لكم إن شاء الله في مناسبة أخرى مع الانطلاق الفعلي للجاني واللي إن شاء الله بيش يكون أواخر أكتوبر بداية شهر نوفمبر وسط توقعات بإنتاج 28 ألف تون من الزيتون بكامل وليهة القسرين مع طبعا تسجيل غلاء نسبي في لتر زيت زيتون من جهة القسرين من 98 ألف إلى 13 جينار مشكورة جدا ناديا رتيبي على التدخل معنا